اسلام استسلام لله بالتوحيد واذا استسلمت لله بالتوحيد وافرت الله بنوع التوحيد الثلاثة كان ما هذا قال فروا من الرق الذي خلقوا له فاذا كنت عبدا لله كان في هذه ايش عزة ولهذا اعلى وصف يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم انه عبد الله ورسوله قال لا تطروني كما ترى النصارى بن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله كلمة التوحيد كلمة الاخلاص صحيح بل ذكرة العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم في اعلى مقامات الرسالة سبحان الذي اسرى بعبده الاسراء والمعراج وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا مقام التحدي ومقام نزول القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فاوحى الى عبده ما اوحى اذا انت بهذه العبودية بهذا الاسلام تتدلل لله يرفعك الله سبحانه وتعالى